اليوم تعتبر هولندا هذه الدولة الصغيرة واحدة من أغنى وأهم المراكز الاقتصادية في أوروبا النجاح الحقيقي لهولندا كان بفضل شركة واحدة فقط والتي تعتبر أكثر الشركات نجاحا في التاريخ في هذه السلسلة سنتعرف على جزء مهم من تاريخ هولندا سنتعرف على شركة الهند الشرقية الهولندية وتأثيرها على العالم وسنتعرف على كيف قامت هولندا ببناء سدود أضافة عدد كبير من الأراضي الزراعية للدولة سنرى كيف تحولت هولندا من مستقعات راكدة إلى إمبراطورية تجارية عالمية بفضل شركة الهند الشرقية الهولندية هذه السلسلة هي عن تاريخ اقتصاد هولندا هولندا اليوم تعتبر قوة اقتصادية حقيقية ولكن في القرن السادس عشر لم تكن كذلك بل لم تكن هناك دولة مستقلة حيث كانت تحت سيطرة الامبراطورية الإسبانية سيطرت الامبراطورية الإسبانية على أرض شاسعة في جميع أنحاء العالم واستخدمت الأموال التي اكتسبتها من العبودية والتجارة لتمويل العديد من الحروب والغزو والقم أصبحت هولندا في نهاية المطاف ضحية لإحدى هذه الحروب فقد أصبحت جزء من الامبراطورية ليقضي الشعب الهولندي ثمانين عام من النضال بحثا عن الحرية والاستقنال كان الهولنديين شعب بحري حيث كان صيد الأسماك والتجارة البحرية هي عمل أهل هولندا لقرون وكانت البضاعة الرئيسية التي تشحن عبر موانئ هولندا هي التوابل القادمة من الشرق الأقصى البرتغال في البداية كانت محتكرة لتجارة التوابل وكانت مسيطرة على الطرق الرئيسية من أوروبا لآسيا لهذا قام الهولنديين بشراء التوابل من لشبونة وتوزيعها على جميع أوروبا وفي عام 1580 تم التوحيد شبه الجزيرة الأيبيرية تحت التاج الإسباني ولهذا قام الإسبان بإغلاق لشبونة أمام التجار الهولنديين هذا الأمر قطع الشريان الرئيسي للاقتصاد الهولندي ولهذا اضطر الهولنديين للإبحار شرقا وبناء شبكة تجارة خاصة بهم لمنافسة الإسبان في البداية لم يكن هناك تنظيم بين الهولنديين حيث أن من حق أي تاجر من مختلف المدن الهولندية إنشاء شركة خاصة وفردية مول التجار عدد من السفن والبحارة للبحث عن طريق جديد لشرق الأقصى بعض هذه المهام كانت ناجحة وبالفعل وصلت كميات كبيرة من التوابل لموانئ هولندا وخلال السنوات الست الأولى من جهود البعثة تم إرسال ما يقارب الـ 65 سفينة واحدة من كل عشر سفن لم تعد أبدا أما السفن التي عادت كانت قد خسرت ثلثي الطاقم في المعدل نستطيع أن نقول بأن الأساطير الأولى ورحلاتها لم تكن آمنة ولكن من هذه الرحلات حصل الهولنديين على خبرة حقيقية في إنشاء الشبكات التجارية لكن المشكلة كانت أن هذه المعلومات كانت بيد أفراد ولم تكن بيد الحكومة أو الدولة ومن هنا علم الهولنديين بأن لمنافسة الإسبان والبرتغاليين كان لابد من الاتحاد وتبادل الخبرات لهذا في عام 1602 تحت رعاية رئيس وزراء هولندا اتحدت شركات الاستكشاف المختلفة في شركة واحدة ذات سلطة سيادية واسعة الحقيقة أن اسم الشركة لم يكن شركة الهند الشرقية الهولندية على الرغم من أن هذا الاسم انتشر في كتب التاريخ حتى اليوم كانت الشركة تسمى في الواقع شركة الهند الشرقية المتحدة أو بي او سي باختصار بإنشاء هذه الشركة بدأ فصل جديد في التاريخ الهولندي كانت دوافع إنشاء الشركة سياسية بحتة حيث احتاج الهولنديين إلى محرك اقتصادي جديد لمحاربة الإسبان واستعادة بلدهم الذي مزقته الحروب كانت الشركة أملهم الوحيد وهذا هو السبب أنها منحت ليس فقط احتكار التجارة ولكن أيضا القدرة على تدريب جيشها الخاص والتفاوض وعلان الحروب واحتلال الأراضي والعبودية يتطلب غزو الشرق الأقصى الكثير من رأس المال ومع ذلك اكتشفت الشركة حل بارع والذي سيصبح فيما بعد حجر الزاوية في الرأس المالية الحديثة في وسط أمستردام قامت الشركة ببناء مركز رئيسي حيث يمكن لأي مواطن هولندي الذهاب والشراء أسهم من الشركة مما يمنح الشركة أموال بشكل فعال مقابل مطالبة بأرباحها في المستقبل أنشأت الشركة وبشكل فعال أول سوق للأوراق المالية في التاريخ وأصبحت شركة الهند الشرقية الهولندية أول شركة مساهمة عامة في التاريخ وهنا استثمر كل رجل تري في هولندا في الشركة بل وشارك العديد من المهاجرين بذلك جمع الاكتتاب العام الأول للشركة في البداية أكثر من 6 ملايين قليدر وهو ما يعادل حوالي 110 مليون دولار اليوم هذا الحدث كان في بلد نصف محتل من قبل الأسبان وباقتصاد منها المفيد أيضا أن الإمبراطورية الإسبانية كانت في حالة حرب مع الإنجليز في ذلك الوقت هذا الأمر سمح للهولنديين باكتساح الشرق الأقصى وطرد البرتغاليين كانت أندونسيا أول ضحيلة طموحات الاستعمارية للشركة الهند الشرقية الهولندية حيث غزل الهولنديين جاكارتا في عام 1611 وذبحوا السكان المحليين وبنوا مزارع التوابل بشكل واسع في الجزر القريبة قام الهولنديين باعتماد جزيرة قاوا كمقر لهم وهنا انتشرت الشركة وسيطرت على أراضي في أنحاء الشرق الأقصى وقاموا ببناء مصانع والتي أنتجت في الهند حرير وأقمشة ليتم شحنها لليابان مقابل الفضاء حصلت شركة الهند الشرقية الهولندية على الحرير من الصين أيضا وأيضا من الصين حصلوا على الخزف وأدخلوه لأوروبا بعد تأمين الطريق كانت أرباح الشركة قد وصلت لرقم خرافي وهو 1500% من رأس المال تم تحويل كل هذه الأموال لهولندا والتي حصلت على استقلالها الكامل في عام 1648 هذه الأرباح كانت سبب في دخول هولندا مجال جديد ومربح للغاية ووستصلاح الأراضي كما نعرف هولندا هي أرض مسطحة تحت مستوى البحر وهذا يجعلها عرضة للفيضانات في هذه السلسلة ستكلم عن كيف قامت هولندا ببناء السدود وتجفيف الأراضي للحصول على أراضي زراعية هذه الخطة نجحت مما ضاعف من أرباح الشركة والحكومة الهولندية أبحر أكثر من ألف ونص سفينة من قبل الشركة خلال القرنين من وجودها وتأثير هذه الرحلات لا يزال حتى اليوم خير مثال الاستعمار الهولندي هي مدينة كيب تاون في أفريقيا والتي كانت محطة استراحة للشركة الهند الشرقية الهولندية في عام 1652 وأيضا قام الهولنديين باكتشاف أراضي في جنوب جزر الهند الهولندية وأطلقوا عليهم أسماء مثل نيو هولند ونيوز لاند قبل عقد من الزمن اكتشف تاجر كتلتين من الجزر جنوب جزر الهند الهولندية وأطلق عليها اسم نيو هولند ونيوز لاند اليوم نيو هولند هي ما نعرفه باسم أستراليا في حين أن اسم نيوز لاند بقى كما هو هذه الافتشافات والسيطرة على طريق خاص بهم كان سبب في أن تكون لها امبراطورية استعمارية ولكن في القرن الثامن عشر وبالتحديد في عام 1784 تعرضت هولندا لخسارة ضد البريطانين وهذا عطل من شبكة شركة الهند الشرقية الهولندية في آسيا بالتحديد وبعد عام واحد فقط دخلت قوات الجمهورية الفرنسية الحديثة الأراضي الهولندية لهذا واجه الهولنديين عدوين الأول في الداخل وهم الفرنسيين والعدو الآخر في المستعمرات الآسيوية وهم الإنجليز ولهذا بحلول عام 1799 أثلست الشركة لتفقد هولندا احتكار تجارة التوابط لتنتهي حقبة مهمة في تاريخ هولندا وينتقل التركيز على الداخل وتنفيذ مشاريع كانت تعتبر مستحيلة لتكون هولندا أرض آمنة لشعبها وليعود اقتصادها من أهم الأسواق في أوروبا نلتقي في الجزء الثاني شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانة ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة ترجمة نانسي قنقر